موسيقى قالوا لي كنت فين أيام حرب أكتوبر قلت لهم أنا كنت تعيسة الحظ وسعيدة الحظ أن أنا كنت بر مصر كنت في مدينة مونت كارلو وفي إذاعة مونت كارلو كانت إذاعة وليدة بقالها سنة ونص كنت تعيسة أن أنا مش مع شعبي وأسرتي وحياتي كلها اللي موجودة في مصر أن أنا أشارك في أحاسيس الرهيبة الجميلة اللي بيحسها الشعب المصري سنة 73 فأثناء حرب أكتوبر المجيدة وانتصرنا فيها ولكن في نفس الوقت كنت سعيدة جدا أني أنا قدرت ألعب دور على أدي على أدي كأعلامية أن أنا ألعبه وأنا مسؤولة في راديو منت كارلو خارج مصر أقول لكم إزاي يوم يعني 6 أكتوبر 73 وصلت للستوديو بكلم رئيس التحليل الفرنساوي قال لي أنت مش عارفة إيه الأخبار قلت له إيه الأخبار قال لي ده التكرس اللي هي كت الحاجة اللي بتجيب الأخبار كلها زماني قال التكرس كلها بتتكلم أنتوا دخلتوا على دخلتوا الحرب ضد إسرائيل أنتوا بتحطموا خط برليف أنا بقى يعني بقيت أقول أنت بتحذر قال لي لا 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 أنا بتتكلم جد أنتوا عمالين بتاخدوا خطوات علشان تحققوا حاجة تكسر الهزيمة اللي كنا عايشينها السنوات اللي قابلها أنا كنت مسؤولة عن البرامج وما يظهر اللي بيظهر إيه على يعني الأثير في راديو مونتكال كنا شباب ولسه صغيرين كلنا في بداية التلاتينات أو نهاية العشرينيات من عمرنا وبنتلع نقول إيه سي راديو مونتكال وده أقدم لكم حاجات نبا خفيف ولطيفة وأسلوب جديد في الإدعاء فبقى في مشكلة أنه في حرب والحرب دي بلدنا فيها والسورية فيها وفلسطين فيها معتبرين فإحنا كنا مزيع فلسطيني مزيع سوري وأنا مزيع مصري ومزيع تاني معايا مصري فإحنا كنا المشتركين يعني الحرب كانت حربنا حطينا الموسيقى الكلاسيكية وبتدينا ناخد من على التيكرزي كل الأخبار اللي جاي أجانس فرانس بريس ورويترز واسوشييتين بريس بقين ناخدها وما فيش عندنا أخبار لأنه صحفيين اللي بيقدموا لنا الأخبار عاملين إضراب فكانت النتيجة إن إحنا اضطرينا إن إحنا نقول اللي جاي على وكالات الأنباء وكلها الحقيقة كلها كنت بتقول إن الجيش المصري يتقدم إن الجيش المصري بيحقق شيء إن فيه حاجة كبيرة جدا بتحصل في بلدنا قررنا إنه هنمد الإرسال فقعدنا 17 ساعة زيه بيتنا يوميها في الستوديو على المكت في الأرض إحنا الأربعة ومعنا اتنين مساعدين مصريين ومعنا مهندس صوت أيضا مصري وقلبنا الجو العام بتاع راديو منتكارل عايز أقول لكم إنه نتيجة واستمرنا في ده استمرنا في ده كم يوم لحد ما فيه جمعية الدول العربية في فريس بعثت رسالة للخارجية الفرنسية تقول لها إحنا بنهني راديو منتكارل على الشغل الرائع اللي عاملينه ده وبعدين في نفس الوقت الخارجية الفرنسية تسلمت رسالة من إسرائيل بتقول لهم إحنا بنحتاج على ما يقدمه راديو منتكارل الفرنساوي على ما يقدمه راديو منتكارل بالنسبة لأنباء المعرك فلما برضو الفرنسيين أحسوا إن فيه تغيير جزري في سياسة المحطة جلنا على منتكارل حصلت مشدات وأنا قدمت استقلتي يوميها لأنه قالوا لي مش من حقك واستقلتي بعد شوية لم تقبل ورجعنا قالوا لنا بس إيه بشويش لما نزلت بعد جيها على طول وعشان أعمل حوار مع الرئيس أنور السادات سيدة جهان السادات قابلتني وقالت لي رفعت رسنا قالت لي أنا كنت بزور المقاتلين والجرح قالت كنت برزور في ميدان المعركة كنت بزور المقاتلين وكنت بلاقيهم العساكر والزباط حطين الترانزيستور على أدنهم وبيسمعوا راديو منتكارل غادة السماني الأجيبة اللبنانية الكبيرة قالت بعد اللي عملوا راديو منتكارل بالنسبة لأحداث تلاتة أو سبعين هل إحنا مضطرين كتبت بالظبط كده إن إحنا نلم كلنا عزلنا ونروح على منتكارل عشان نلعب الدور اللي هم لعبوه أظن بالنسبة لي كانت دي من أجمل لحظات حياتي وأنا سعيدة جداً إن أنا قدرت على المستوى الإعلامي إن أنا أعمل فتفوتة في منظومة الإعلام في حرب تلاتة و سبعين ترجمة نانسي قنقر